السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكو حفايا. عاملين ايه? يا رب تكونوا جميعا بخير. اهلا بيكم في قناتي على عامر اقتصاد منزلي. النهاردة ان شاء الله هقدم معكم فيديو كده بسيط صغير. ريفيو بسيط جدا عن او شاحن البطاريات. اكتر بطاريات استخدمتها وكانت مفيدة جدا بالنسبالي في السنوات الاخيرة. ولي فيها تجارب كتير واستخدامات كتير قوي. هقول لكم النهاردة عنها بالتفصيل في ريفيو بسيط جدا. مبدئيا انا النهاردة عايز اكلمكم على البطاريات اه المعاد شحنها. اللي هي المركة دي. مركة طبعا غنية عن التعريف. هو معروفة جدا كلنا بنجيبها في البيت. استخداماتها متعددة سواء للساعات الحوائط. اه ريموت التلفزيون ريموت التكييف. الكلام ده كله. فانا جايبها اللي هي النوع ده. اللي هو اللي هو بيعاد شحن. اهو. هتلوم اكتوب عليه هنا. ولونها بيبقى فيه اخضر شوية. مختلف عن العادية خالص اللي احنا بنستخدمها ونرميها. تمام? معايا هنا حجمين. الحجم العادي اللي هو دبل ايه. تمام? والحجم الاصهر اللي هو بيبقى تريبل ايه. عايز اقول لكم ان دي قديمة جدا فهي معلش شكلها كده لكن هي شغالة وبتشحن وزي الفل معايا بقالها سنين السنين. في حاجات عندي على فكرة البطاريات دي في منها اللي بقى له تمان سنين. وفيه بقى له آآ ست شهور. وفيه اللي بقى له تلات سنين. فهو كل ما بنحتاج كل ما بنجدد في العدد. لان احنا استخدمتنا فيهم كتير ومن ساعة ما تعودنا عليهم ما بقناش نجيب العادية اللي بتترمى. تمام? فدول الانواع اللي تقدارك جيبيها تشحنيها. سعرها عالي شوية عن البطاريات التقليدية. ولكن استخدامك فيها ومنفعتك منها بتبقى اعلى بكتير. لانك بتشحنيها في الوقت اللي انت عايزاها لما بتخلص. وبتستخدميها تاني عادي جدا كأنها جديدة. فدي اول ميزة فيها واهم ميزة طبعا انك مش كل شوية هتشتري بطاريات لان البطاريات انتو عارفين دلوقتي اسعارها اصلا بايت عاملة ازاي? حتى لو هي مش ماركة عالية. فبتبقى مهلكة بالزاد كمان لو عندك لعب اطفال بتشتغل بالبطاريات. وحاجات بتستهلك اول باول. تمام? بصوا هنا معايا كمان. العدد ده. برضو في منه القديم وفي منه الجديد. دي مسلا جديدة. اللي على الشمال دي. اما دول يعتبروا يعني نسبيا قدام او مش جداد قوي. دي برضو قديمة. طيب احنا كده اتكلمنا عن البطاريات ان هي فيها الحجمية للتقليدين اللي احنا عارفينهم. الـ دابل اي والتريبل اي. تمام? طيب هنشحنهم ازاي? بصوا بقى. مبدئيا انا هنا عندي اتنين شاحن. ده بيستوعب اتنين بطارية. بيبقى شكله كده. ده بيستوعب اربعة بطارية. طب هتقولولي هل نفس الشاحن بيشحن المقاسين? اه. هقول لكم ازاي? دلوقتي لو مسكنا الشاحن ده. حطينا فيه البطارية الضابل ايه? اهو. هتدخل عادي جدا. مقاس الشاحن. طيب لو انا عايز احط التريبل ايه? اهو. ليها مكان برضوش. فتقدر يتشحني بيها حجم ده والحجم ده. طيب انا دلوقت عايزة اجبت الشاحن الكبير. الشاحن ده على فكرة اسعاره دلوقت على مواقع الشرع الان لاين. لو هنقول زي امازون وزي نون وجومية فرنج تمنمية جنيه. تمام? عايز اقولكم ان احنا بنستغل العروض عشان نجيبه. يعني انا دايما بنجيب الحاجات دي او الحاجات اللي بتكون اسعارها عالية شوية. في تخفيضات مسلا الجمعة البيضاء اللي بتبقى في شهر احداشر. او في آآ السنة الميلادية الجديدة برضو بيبقى في عروض اه اخر السنة يعني. ومسلا على عيد الام. الكلام ده كله بيبقى في عروض حلوة جدا. ده عايز اقولكم كان اخر كطع على نون. اشتريناه قبل عيد الفطر. كان بربعمائة جنيه مع بطريتين هدية. فتخيلوا ان السعر ده كان حلو جدا بالنسبة لنا. تقريبا هما دول اللي كانوا جدا يعني هما اتنين من دول. تمام? فاحنا بنستغل العروض دي لان من غير العروض الاسعار بتبقى اكتر من الدعف كمان. ده بالنسبة للحجم الكبير. طب الحجم الكبير ده يشحن معي بطارية واحدة? لأ. الحجم الكبير ده لو عندك بطارية واحدة بس في ضيط وعايزة تشحنيها ما ينفعش تشحنيها في الشاحن لوحدها. تمام? الشاحن ده اقل كمية ممكن يشحنه هما اتنين. تمام كده? ونفس الكلام في الشاحن الصغير. لو انت هتجيب الشاحن الصغير اقل كمية برضو هما اللي اتنين. يعني هما ما بيستخدمش ما ينفعش يستخدمي فيه واحدة بس. طيب دلوقتي انا عايزة اشحن. خلص انا حطيتهم في مكانهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا نحطوا في الكهرباء على طول عشان برضو هكلمكم عن شكل الشاحن ومدة الشحن بتبقى قد ايه? كم ساعة? وازاي تعرف ان البطاريات بتاعتك شحنت. دلوقتي اهو انا ححطه في الكهرباء. اول ما بتحطيه بينور احمر. الاحمر ده دليل على ايه? دليل على ان البطاريات فاضية ومحتاجة تتشحن. تمام? ده اول دليل عندك. لما تتشحن حوريكم لونها بعد الشحن. لونها بيتحول للون الاخضر زي ما انتم شايفين كده. فبيبقى قولفة طبعا للنظر ان اكتبقى عارفة ان البطاريات كشحنت. وهقول لكم طبعا الوقت اللي لازم لشحن البطاريات اه سواء الـ A او الـ a هقول لكم تلوقتي عنها كل حاجة بالتفصيل. بس خلونا نكمل كلام عن الشحن الاول. طب امتى اعرف ان البطاريات بايزة او فيها ارطوبة او فسدة ما ينفعش تتشحن. وعايزت الترامى خلاص. عمرها الافتراضي انتهى لما نلاقي الشاحن بينور ويدفي احمر ويدفي تاني ينور احمر ويدفي تاني يعني الاضاءة مش ثابتة زي ما انتم شايفين كده طبعا هو مش هيعمل معي كده لان البطاريات بفضل الله مش فزدة فهو تمام شغال لكن انا بقول لكم ام تتعرفوا ان البطاريات عايزة تترمى خلاص وعمرها خلاص لما الشاحن نفسه الاحمر ده ينور ويدفي اعرفي ان البطارية بتاعتك خلاص فسدت وجربه على كل البطاريات يعني مثلا انت شحن اتنين مش عارفة مين فيهم الفزدة جربي الاول واحدة لو واحدها شوفي الشاحن بتاعك هينور ولا هيفضل يعمل زبزبات اضاءة ساعت عتعرفي مين الفزدة فيهم وترميها لو الاتنين هتلقي الشاحن في الحالتين بينور ويدفي طيب تعالوا بقى اكلمكم عن فترة الشاحن المدة اللي بتتشحن فيها البطاريات مبدئيا الشاحن ده زي ما قلتلكم عندي بقاله تماني سنين او داخل في التمانية يعني فعايز اقول لكم ان ده دلوقتي عمره في الشاحن بقى اطول بكتير يعني بيقعد في الكهرباء يشحن مدة اطول من الشاحن الجديد ده طيب خلينا في التقليد لان اي حد هيشتري واحد جديد هيبقى شغال معاه تمام زي ما المفروض كتالوجو بيقول تمام ده هيشتغل معاكي قد ايه في شحن بطاريتين اول الاربعة حتى البطارية الكبيرة دي بتقعد معاكي في الشاحن تمن ساعات تمن ساعات في الشاحن بتشحن آآ متواصل واللمبة اللي هنا لمبة البيان دي كلها منورة احمر اول ما بيتم الشحن ويتحول للون الاخضر بيكون عادة تقريبا تمان ساعات طيب لو البطاريات اللي هي من النوع التريبل ايه الصغيرة دي بتقعد معاكي في الشحن اربع ساعات بس يعني نص وقت شحن الكبيرة دي تمام يبقى دي بتقعد اربع ساعات دي بتقعد تمانية طيب في ناس بقى من كتر الاستخدام بتاع الشاحن وخلاص بقى عندهم مدة طويلة زي بتاعي كده البطاريات بصراحة بقيت بتعطي فيه كتير جدا بعد التمن ساعات ما بيعدوا بلا ان الاضاءة لسه متحولتش الاخضر فعادي انا بسيبه في الكهرباء مع طبعا الملاحظة عشان نونه لو تغير لازم اشيله من الكهرباء ما يفعش التفضلي سايباء يعني تمام فانا بفضل ان انا اشحن البطاريات طول ما احنا صحيين اول ما بنصحب من النوم نحط البطاريات في الشاحن عشان نفضل متابعينها طول الوقت في الكهرباء واول ما تغير لونها بنشيلها طب ده بيقعد قد ايه بعد استهلاكنا ثمان سنين ده بيقعد تقريبا اربعة وعشرين ساعة يعني بعد طول استخدام بيقعد اربعة وعشرين ساعة ده العيب الوحيد اللي ظهر في البطاريات وفي الشاحن لحد الان يعتبر عيب لا يذكر لان في الاخر هم بيتشحنوا بيشتغلوا ولكن في حاجة بس مدة طول الشحن هي اللي زادت عن الوضع الطبيعي اكتر من كده ما فيش عيوب بفضل الله يعني والحمد لله شغل تمام جدا ونفعنا جدا جدا طيب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في شحن البطاريات دي او البطاريات العمومة اللي بتتشحن ممكن نستخدمها في ايه حقول لكم دلوقت طبعا اول حاجة وابسط حاجة هي لعب الاطفال لعب الاطفال اللي بتحتاج بطاريات كتير زي مسلا دي بتاخد تلاتة دي من اكتر الحاجات اللي ممكن البطارية لو ولادك بيلعبوا بيها طول الوقت وطول اليوم ممكن تخلص تلاتة ايام ولا حاجة لبطارية. فدي من الحاجات اللي ممكن تستخدميها فيها. وبتقفلي باب البطارية على اللعبة عشان طبعا الولاد ما يلعبوش بيها. وفي نفس الوقت آآ ما يحطهاش في بقهم لان السن الصغير ده بيبقى خطر على البطاريات خطر عليه يعني. تمام? اهو. شايفين اشتغل? تمام? ايه بقى ده اول حاجة ممكن تبدأ يجي بيها عشان لعب الاطفال لو انت حبة. طب ايه الحاجات الاكسر عملية اللي ممكن نجيب لها البطاريات اللي بتتشحن. طبعا تكييف. ان الحاجات اللي بتحتاج بطاريات وبتستهلك بطارية. فده وان الحاجات اللي ممكن تحطي لها بطاريات قابلة للشحن. اللي هي الحجم الصغير ده. عايز اقول لكم البطاريات دي عندنا قديمة جدا فاحنا مش محتاجين نغيرها الى الان. ده مثال انك تحط فيه بطاريات قابلة للشحن. ايه تاني التليفون الارضي اللي هو بيبقى لاسلكي. برضو بيبقى ممكن يتحط فيه بطاريات قابلة للشحن. عايز اقول لكم ان البطاريات دي النوعية اللي جوه الجهاز قابلة للشحن برضو. بس جاية مع التليفون نفسه. ماركد باناسونيك. والبطاريات باناسونيك. لقدر الله البطاريات دي لو جارى فيها اي حاجة ممكن نشيلها ونحط بدلها اي حاجة من دول اللي هو الحجم التريبل ايه ده? اهو. ممكن يتحط بدلهم عادي جدا. تمام? ده نموذج تاني للبطاريات اللي ممكن تستخدميها في ايه? ايه تاني طبعا الريموت بتاع التلفزيون. برضو نفس الكلام تقدر يتحط فيه بطاريات قابلة للشحن. ده ما فيهوش. اهو. ده فيه بطاريات قابلة للشحن اهي. فده برضو بيعيش معك كتير جدا جدا فين وفين لما البطارية دي تفضى معاك وتضطر ان انت تغيري البطارية عشان حاجة كمان طبعا عملية جدا وهو الماوس. الماوس لو انت هشوه لك على الكمبيوتر او يعني على طول قاعد على اي جهاز ومحتاج الماوس طبعا برضو البطاريات القابلة للشحن دي بتبقى مفيدة جدا بدل ما تشتري كل شوية. وزي الماوس ايه? الكيبورد برضو نفس الكلام. الكيبورد ده فهو محتاج برضو بطاريات اهو. ممكن تحطي فيها عايز اقول لكم البطاريتين دول انا اشتريتهم عشان الكيبورد لان كل دول ما كانوش موجودين ما كانش عندي غير واحدة اهو. فعشان هحط في الكيبورد اتنين الطريقة ان انا اشتري. الاتنين دول مع بعض كانوا بستين جنيه. طبعا لو كل شوية هنشتري بطاريات بالاسعار دي. هيبقى ميزانية تانية. فالبطاريات القابلة للشحن دي بتشتريها مرة. كل سنة تشتري اربعة او ستة حتى. هيعيشوا معاك كتير جدا جدا طبعا على حسب استهلاكك وعلى حسب ما انت بتحتاجي. وده كل الحاجات اللي انا حبيت اقول لكم عنها النهاردة في البطاريات وفي الشاحن بتاعها. يارب يكون الفيديو النهاردة عجبكم واستفدتم مني ولو بشيء بسيط ولو عندكم اي سؤال او استفسار عنهم اكتبولي في التعليقات وبازن الله حرد عليكم. ما تنسونيش من صالح دواققكم مع الف سلامة حبيب قلبي.